عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لمتابعة موقف الخدمات الصحية التي تقدم من خلال الهيئة العامة للرعاية الصحية أكد رئيس الوزراء أن هدف هذا الاجتماع هو استعراض الموقف التنفيذي والمالي للخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للرعاية الصحية لافتا إلى أهمية المبادرات الصحية المتنوعة والخدمات الفعالة التي توفرها خاصة للفئات الأولى بالرعاية كما استعرض مدبول الموقف التنفيذي والمالي لخدمات مبادرات الصحة العامة وتنظيم الأسرة والتطعيمات التي تقدم من قبل الهيئة العامة للرعاية الصحية منذ عام 2019 بمحافظات المرحلة الأولى التي تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها